بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وخليلي محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشتقون إلى دار الأشواق مرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم هامس الحنين ومازلنا مع ظلال الجنة وكنا في الحلقة الماضية تعرفنا على معنى كلمة الضل سواء في الاستعمالات اللغوية أم القرآنية وعلى ذو أحد المعنى تسألنا شو المقصود بظلال الجنة إلا كانت جنة لا شمس فيها ولا زمهارية أحبتي في الله إلى رجعنا للدراسات العلمية التي تهتم بالظل والأنواع دياله كنوجدها كتعرف الضل بأنه أحد نتائج انتشار الضوء في خطوط مستقيمة ويطلق على احتجاز النور على منطقة الماء بوجود حاجز معتم كيعترض مصار موجات هذا النور القادم من أحد مصادر الضوء في اتجاه واحد وهالتعريف أيها الأحبة كيصدق على الكرة ديالنا الأرضية اللي كتمدها الشمس بالضياء ديالها نهارا والقمر بالنور دياله ليلا عبر الغلاف الجوي لكن الجنة لا شمس فيها ولا قمر لا ليل فيها ولا نهار ولا أي مصدر آخر للضياء والنور كيوصل إليها في خطوط مستقيمة أو افتجاه واحد وإنما الجنة هي نور يتلألأ هي بداتها مصدر الضوء والنور قبل ما يسكنوا فيها الأهل ديالها فكيف يدخلوا لها؟ صور ديالهم على صورة القمر ليلة البدر ولا أشد كوكب دريف السماء إضاءة الحلي ديالهم ذهب وفضة ولؤلؤ الآنية ديالهم والأمشاط ديالهم الذهب والفضة الخيام ديالهم لآلئ مجوفة غرفهم تتراءة مثل الكوكب الغابر من الأفق القصور ديالهم من ذهب يتلألأ القبب ديالهم من الضر والياقوت الخدم ديالهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حاسبتهم لؤلؤا من ثورة نساؤهم كأنهن بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن اللؤلؤ المكنون تراب الجنة مسك أبيض أدفر أنهارها أبيض من اللبن أشجارها سيقانها من دهب يا الله الجنة أيها الأحباب نور على نور وكيفش ما تكونش نور والصقف ديالها عرش الرحمن والله عز وجل كيقل على دات العلية الله نور السماوات والأرض وكيقل سبحانه على عرصات يوم القيامة وأشرقت الأرض بنور ربها يا الله فهل تحتاج الجنة من بدهتش كله الشمس أو قمر وهل تحتاج من بدهتش كله إلى ضياء نجم أو جرم سماوي أو إلى نور قمر أو كوكب واللي لا يعادي النور دياله نور غلام من غلما الجنة فما المقصود إذن بالضل والضلال في آيات وصف الجنة؟ أيها الأحبة ومن كيتكون هذا الضل للا تكون الشمس عليه دليلاً ولا ينقبض بزويلها وما كيخترق لا حر ولا سموم بل ضل ضليل ممدود أيها المشتقون إلى تبعنا الآيات اللي وردت فيها كلمة ضل في وصف نعيم أهل الجنة كان وجدوا هكذا جي دائماً مقترنا بصف من أصناف النعيم كيقول الله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ضليلاً وقال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وقال عز من قائل أكلها دائماً وظلها وقال سبحانه وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وقال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً وقال إن المتقين في ظلال وعيون فظلال الجنة والأحبة أنواع درجات حسب نائيم والزمان دياله والمكان دياله الضلال مع الأزواج المطهرة والضلال مع التكاء على الأرائك برفقات الأزواج والضلال مع الأنهار الجارية والأكل الدائم والضل الممدود مع السدر المخدود والطلح المنضود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة أيضاً الضلال مع العيون والقطوف الدانية وكل هذه الأنواع والدرجات تتشترك في شيء واحد هو انتعاش النسيم واعتدال الجو الذي يرفق كل أنواع النعيم سواء داخل القصر أو خارجه وهذا من أهم معاني الضل كيقول الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور والحرور هو الحر الشديد المؤدي سواء كان في الليل أو في النهار وكيقابل الجو المريح المنعيش سواء كان في الليل أو في النهار وهو معنى الضل هنا وهو ما كان يفهمه العربي حين كيسمع كلمة ضل كيف يفهم منه الجو المريح وقديماً كان أفضل جو مريح في شدة الحر هي ضلال الأشجار والمباني أما في العصر دينا الحالي عصر الثورة العلمية والتكنولوجية فقد أصبح هناك وسائل جديدة لانتعاش بالجو المريح والنسيم العليل احتف أشد المناطق حرارة أهمها نظام تكيف والتهيئة بالأنواع دياله المختلفة داخل بيوتات وفي أماكن العمال وداخل وسائل التنقل المتنوعة واللي يمكن المستعمل أنه يتحكم في الدرجة ديالها حسب الرغبة دياله وقت مما بغى وكيف مما بغى من المكان دياله دون عناء ولا مشقة فقط بجهاز التحكم عن بعد وهكذا أصبح الضل معنى جديد في الوقت ديالنا الحالي هذا أيها الأحبة في دنيا لا تساوي عند الخالق دياله سبحانه جناح بعوضة ومع ذلك كي يجبر فيها العبد كل هذه الوسائل المريحة مؤمنا كانا كافرا فما بانوا نبجنا لأعدها الله تعالى العباد المؤمنين وهي لهم فيها ما يريحهم ويسعدهم وتقر به الأعين ديالهم فالظلال أيها المشتقون نعيم آخر من أنواع النعيم اللي حوته تلك الدار الآخرة نعيم لا رأت عين قبله ولا سمعت أذن مثله ولا خطر على بال أو عقول المخترعين والعباقرة من أهل الدنيا قبل منه بل هو ظل خلق الله تعالى خلقا وأعده إعدادا وكي يكثف العظمة دياله ورواع دياله أن الله تعالى نسبوا ليه تقول حبيبي وقرة عيني محمد عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ظله تعالى في يوم ليس فيه أي ظل لأن أرض المحشر أرض مستوية ما فيهاش معاليم كما أخبر حبيبي وقرة عيني محمد عليه الصلاة والسلام إنه ظل الله ظل ضليل ممدود دائم قريب ما كيتعطلش وما كيتوقفش وما كيحتش التغيير أو صيانة وإنما معد جاهز دون عناء أو نصب أو مشقة وردي الله عن حبر الأمة عبد الله بن عباس ردي الله عنه محن قال ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء فذل أيها المشتقون نعيم بل من أعظم نعيم جنة ولذلك أجل الله تعالى به البعض عباد المؤمنين في عرصات يوم القيامة قبل ما يدخلوا الجنة كي يقول حبيبي وقرة عيني محمد عليه الصلاة والسلام سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه وقال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أي صبر عليهم طلبوا شبسد الدين أو وضع له أي اسمح لي فدك الدين أظله الله في ظله وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فهؤلاء عاشوا في ظل شرع الله المحبة دياله كيستظلوا بأوامر الهدي دياله كيحبوه كيحبو فيه بيه الأجل فاستحقوا أن يظلهم الله تعالى في ظله فعرصات يوم القيامة قبل ما يدخلوا الجنة حين كتدنوا الشمس من الرؤوس حتى كتكون قدر ميل فكيف إذا دخلوا الجنة وشوقاه فاض الحنين جعنا لله وإياكم من المتحابين بجلاله وجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله أمين وصل الله على حبيبي وقرة عيني محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته